بسم الله الرحمن الرحيم روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية مادة الرياضيات الوحدة الخامسة الدرس الأول تمثيل البيانات بالصور المعلمة ميساء الكلوب سنبدأ اليوم إن شاء الله الثاني بالدرس الأول من الوحدة الخامسة وهو درس تمثيل البيانات بالصور وسنتعلم في هذا الدرس كيف نمثل البيانات بالصور أستكشف لدى يوسف أربع ألعاب سيارات وكرة قدم وستة ألعاب طيارات وهذه الأعداد ممثلة في الجدول أدنى لكن لماذا اختلفت أعداد الألعاب في الجدول؟ نرى هنا أن السيارة مثلت بسيارتان وكرة القدم مثلت بكرة واحدة والست طائرات مثلت بثلاث طائرات فقط إذن ما هو السبب؟ عند تمثيل البيانات بالصور يمكنني تحديد مفتاح يبين العدد الذي تمثله كل صورة فمثلاً لو كانت الفاكهة المفضلة لدينا ممثلة بالصور الآتية عندنا يثاني كيوي برتقال وتفاح أيضاً فلو كانت هذه الفاكهة ممثلة بهذه الصورة أي أن كل صورة تفاح تعني تفاحتين إذن هنا لدينا يثاني مفتاح يدل على أن كل صورة تفاح تعني تفاحتين أي أن لدينا مفتاح يمثل أن كل صورة تمثل إثنان سواء الكيوي أو البرتقال أو التفاح كيف يمكننا حساب عدد حبات الفواكه الموجودة بالجدول؟ مثلاً ننظر إلى فاكهة الكيوي هنا كل حبة كيوي ثاني تعتبر حبتان لأنه عندنا مفتاح دلنا على أنه كل حبة بالفواكه كلها تعني حبتان خلينا نحسب مع بعض حبات الكيوي هذه الحبة تعني إثنان حبتان زائد الحبة الثانية أيضاً إثنان حبتان وحبتان أربعة وهذه الحبة أيضاً تعني حبتان وهذه الحبة تعني حبتان والآن خلينا نحسب يا ثاني كم حبت كيوي معنا بالجدول إثنان زائد إثنان أربعة زائد إثنان ستة زائد إثنان ثماني إذن عنا ثمان حبات كيوي فلنطبق ما طبقنا على الكيوي على حبات البرتقال كل حبة برتقال تعني حبتان إذن إثنان إذن إثنان زائد إثنان ويساوي أربعة زائد إثنان ويساوي ستة إذن حبتان وحبتان أربعة وحبتان ستة إذن عنا ست حبات برتقال نأتي أيضا على التفاح حبتان تفاح كل صورة يا ثاني نعني بها حبتان لأن المفتاح معنا لازم ننتبه له إنه كل حبة فواكه تعني تمثل تفاحتين أو حبتين إذن هنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان إذن إثنان زائد إثنان أربعة أربعة زائد إثنان ستة ستة زائد إثنان ثمانية وثمانية زائد إثنان عشرة وكأنني أعد إثنينات يا ثاني كما تعلمنا بالصف الأول كأني أنا قاعدة أعد إثنينات أتحدث ما فائدة تحديد مفتاح عند تمثيل البيانات بالصور؟ نعود يا ثاني إلى الجدول نلاحظ يا ثاني إنه هون المفتاح ساعدنا على إنه ننظم الجدول يعني هنا ثمان حبات كيوي فلو لم يكن لدينا يا ثاني مفتاح أي أن الحبة بحبتين سنحتاج إلى رسم أيضاً كمان أربع حبات كيوي ليصبح ثمانية كذلك الأمر البرتقال سنرسم أيضاً كمان ثلاث حبات برتقال لتصبح ستة وأيضاً التفاع سنرسم أيضاً كمان خمسة لتصبح عشرة إذن إذن يا ثاني تحديد المفتاح يعمل على تنظيم الجدول تحديد المفتاح لدي أنا بالسؤال يعمل على تنظيم وترتيب الجدول نفتح معاً يا ثاني الكتاب على صفحة ثلاثة وثمانون أتحقق من فهمي انتبهوا يا ثاني كبدأ أحل السؤال أمثل بصور البيانات الآتية التي تبين عدد النجوم التي حصل عليها ثلاث طلاب خالد ثمان نجوم مريم عشر نجوم وسمية ست نجوم ننظر أولاً يا ثاني إلى المفتاح كل نجمة تمثل نجمتين إذن كل نجمة نرسمها هون هي تمثل نجمتين الآن خالد ثمان نجوم هل أرسم ثمان نجوم يا ثاني؟ بالتأكيد لا لماذا؟ لأن النجمة هنا المفتاح تمثل نجمتين فذلك يساعدنا على تنظيم الجدول إذن سأقسم الثمانية إلى إثمينات سأرسم هنا نجمة هنا سأرسم نجمة هي إثمان وسأرسم أيضاً كمان نجمة أصبحوا أربعة أيضاً نجمة أصبحوا ستة وآخر نجمة أصبح ثمانية لأن يا ثاني كل نجمتين تمثل إثمان إذن كل نجمة هنا تمثل إثمان إثمان وإثمان أربعة وإثمان ستة وإثمان ثمانية نأتي إلى مريم معها عشر أو حصلت على عشر نجوم إذن هاي نجمتين أعفوا نرسم نجمة نجمتين أربعة ستة ثمانية عشرة إذن رسمنا لها خمسة نجوم لأن كل نجمة تمثل عن نجمتين نجمتين سمية ستة نجوم سمية ستة نجوم هاي إثمان أربعة ستة هكذا مثلنا عدد النجوم لخالد ومريم وسمية السؤال الثاني يا طلاب الأحباء واجب بيتي بنحله بالبيت بالإضافة إلى أحل المسألة وألقاكم إن شاء الله يا ثاني بالدرس القادم الحصة القادمة تفسير البيانات الممثلة بالصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر